خطاب وموسيقى عزفت في الكريملين والساحة الحمراء بوتين يعلن رسميا ضم 15% من الاراضي الاوكرانية خيرسون وزبروجيا بالاضافة الى دونتيسك والوغانسك هي المناطق التي لطالما اراد القيصر الجديد ضمها لنفوذه وتحقق ذلك له بالحرب التي شنها والاستفتاءات التي اجرتها الادارات الموالية له هناك لكن هذا لم يكن ليحصل كما تقول صحيفة ذهيل لو لا تكرار بوتين لذات الخطة الامريكية باحتلال العراق عبر التذرع بالابتزاز النووي نحو تغيير خراءة النفوذ والتوازنات في العالم يتجه بوتين حيث تشر الحقائق على الارض الى ان مغامرته بضم اجزاء من اوكرانيا وحربه ضدها ستؤدي الى كوارث انسانية واقتصادية كبيرة بدأت اثارها تظهر منذ بداية الغزو ويرى محللون ان هذه المغامرة الروسية في اوكرانيا لن تقل تداعيتها عن الخسائر التي تكبدتها امريكا في كل من افغانستان والعراق والكوارث التي جرتها على شعبي البلدين لكن المشكلة التكمن هذه المرة بحسب صحيفة ذاهل الامريكية بالمواجهة بين امريكا والغرب من جهة وروسيا وحلفائها من جهة اخرى والتي يمكن ان تتسبب بحرب عالمية ثالثة وبخلاف ذلك فان استعار نار الحرب اكثر هو النتيجة الحتمية مع استمرار الولايات المتحدة بدعم اوكرانيا لهزيمة الروس في مقابل تصعيد بوتين الذي يستعد للدفع بثلاثمائة الف جندي روسي جديد ويهدد بحرب نووية ويبقى الحل الوسط بحسب تقارير غربية في ظل ازمة الوقود التي تمر بها اوروبا هو احتواء بوتين الذي يبدو كنمير جريح بعد الاخفاقات التي واجهها في كل مراحل حربه باوكرانيا واجراء مفاوضات تتوصل الاتفاق معه لا يظهره بموقف الضعيف وخصوصا مع طلبه ايقاف الحرب بشرط عدم التنازل عن المناطق الاربعة ترجمة نانسي قنقر